خلينا أمن الحكتين دول ليه النهاردة الحقيقة كان فيه جولة مهمة جداً قام بيها الرئيس عفتح سيسي للعاصمة الإدارية الجولة دي تحديداً كان بيقصد منها تفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأبرة هناك انت بتتكلم عن مدينة مكتمل يعني هو راح قبل كده كان بيتابع بنفسه دي يمكن صور الجولة هي كان بيتابع بنفسه أعمال الإنشاءات في المسجد والكنيسة خلص المسجد والكنيسة فالوقتي بيتكلم على تفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأبرة بحيث ان انت بتبني دار أبرة هي هتكون الأكبر في الشرق الأوس وفيه انت بتتكلم على المساحة 127 فداء يعني مدينة الفنون والثقافة دي 127 فداء لأنه مصر مش مباني بس يعني مش بتعمل مباني بس لكن انت بتعمل مدينة جزء من قوتك الأساسية هي الثقافة والفن فانت عامل هناك مسارح مركز ليه الانتاج الثقافي كبير جدا واللي بيميز الإنشاءات الجديدة الحقيقة يعني انها أدمية ونظيفة ورقي أو متحضرة وده اللي حصل في معرض الكتاب يعني المعرض الكتاب السنة دي الناس اللي بيروحوا الملاحظة الأولى انه المكان نظيف وراقي ومحتر المعرض السنة يعني السنين اللي فاتت كان يعني حالته يرسله فالسنة دي يقول لك لا فدي ملاحظة مهمة النظافة مهمة انك تبقى في مباني شيك مهمة المهم نحافظ عليها فدي جولة كانت من الجولات المهمة اللي أنا بقول لحضراتكم فانتوا انتظروا الانشاءات الانشاءات دي هو أول ما الرئيس بيظهر هناك في العاصمة الإدارية ويركز في حتة تلاقيها انتهت بسرعة خلص من المسجد والكنيسة داخلين الوقت على مدينة الثقافة والفنون ودار الأبرة الجديدة فانتظروا كمان صرح فني وثقافي ضخم جدا